موسيقى محمد زيدان هيك الفقرة الاخيرة والمحور الاخير احنا موجودين بمدينة نتسارت علييت في مكان مطل على ماصري الريني وقرية المشهر وما تنساش صفورية أو صفورية في الخلفية تعلم هالأماكن الجميلة جدا هالقرى اللي هيك الطابع القروي العربي الجميل واضح جدا وتعمل انسا انا كمان كانت ليت جزء من هالقرى ديش باز عليك مصادرة كل هالأراضي اللي صالح بالذات هالمنطقة هي منطقة اللي صدرت سنة سبت وسبعين من يوم الارض المصادرة الكبرة في يوم الارض عام سبت وسبعين وغالبيتها كانت أراضي تتبع لقرية الريني المشهد وعلمه تمت مصادرة ٩٦٦ ٩٣ مع اختيار إسرائيل بعملية استيعاد المهاجرين روس يهود روس ورجو على إسرائيل تم إقامة هالحارة اللي كان جزء من المخطط اللي هتكون مدينة ٣٠٠٠ للهدف المؤلم كانت تغيير الدموغرافيا كمان مرة موضوع انه تصادر الارض يبنى عليها مساكن لاستيعاب مهاجر الروس قادمين لروسيا والمواطن الفلسطيني صاحب الارض يصبح غريب وغير مرحب فيه حتى للاستفادة اليوم كمؤسسات حقوقية تحدثنا عن وصول القضايا من خلال مؤسسات حقوقية وغيرها من مؤسسات حقوقية إلى المحافل الدولية هذه القضايا تصل إلى المحافل الدولية قضايا مصادرة الاراضي وقضايا العنصرية ضد المواطن الفلسطيني بداية لأي مدى هناك اهتمام من المجتمع الدولي بهذه القضايا ولأي مدى هناك اهتمام بمتابعة هذه الملفات يعني موضوع حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين بالداخل هو موضوع كمان مش طويل المدى يعني بسنوات التسعين بدأنا أول مرة يعني في الأربعة وتسعين اكتشفنا أنه هناك لجنة لمنع التمييز وأن إسرائيل توقع وتقدم تقارير ولا يوجد أي رقيب على هذه التقارير بدأنا بالستة وتسعين يعني المؤسسة العربية حول إنسان كانت أول جمعية عملت تقارير بديلة لتقارير إسرائيل وقدمت لأمم المتحدة منذ نقول 93-94 إلى الآن تقريبا الكثير من الجمعيات تعمل هذا العمل الدولي لأن العمل الدولي هو لم يحصل في تاريخ أي شعب أن العمل الدولي أدى إلى تغيير واقع يعني القضية الفلسطينية ككل والاحتلال هناك أدوات دولية كبيرة ولم تنجز هذا التحرير أو لم تنجز إنهاء الاحتلال إذن العمل الدولي وأنا هون يعني عند بعض النقد للمبالغة المبالغة أحياناً بالحديث عن نجاعة أداة معينة وكأنها هي الخلاص يعني البعض يقول نذهب إلى البرلمان وهذا خلاص ولا يوجد أي بديل آخر لدرجة أنه لا نفكر ببداء الأخرى نذهب إلى المحاكم هذا هو القضاء وهذا هو الشيء الوحيد أو الآن في موديل توجه للمؤسسات الدولية وكأنه هذا سيخلص أعتقد بأنه هناك ضرورة لدمج وتوازن في كل هذه الأدوات لأنه لا أعتقد لم يحصل في تاريخ أي شعب حتى جنوب أفريقيا لما نتحدث عن إنهاء الأبرتهايد والضغط الدولي والمقاطعة هو لم يكن السبب الوحيد السبب الأساسي هو النضال الذي كان على أرض الواقع وما قام به أهل جنوب أفريقيا إذن النضال الجماهيري هو هو الأساس النضال القانوني البرلماني والدولي هو أدوات مساعدة ومحفزة لزيادة التضامن وزيادة الضغط من أجل التغيير دعنا ندخل في قضية النضال الجماهيري يعني النضال الجماهيري الفلسطيني جميعنا ندركه وجميعنا نعلم أهمية النضال هل تعتقد أنه بالخمسة عشر أو العشرين سنة الأخيرة بدأنا نشعر بما بدي أحكي تبخر يمكن عشان ما أظلم ولكن بتقلص النضال الجماهيري تقلص المشاركة الجماهيرية في النضال إذا كان الحديث حتى عن الفلسطينيين بشكل عام ليس فقط الفلسطينيين فلسطيني بشكل عام يعني هناك عملية أعتقد تقصير كبير في إعطاء النضال الجماهيري المركزي أعتقد فيه أي نضال وزنه في عمل الجمعيات في عمل الأحزاب وفي عمل الأطراف اللي تعمل مع هذا المجتمع واللي أعتقد خلق جيل يعتقد بأنه هذا آخر شيء بالإضافة إلى أنه عدم التركيز على التحشيد الجماهيري والعمل مع الشباب يعني بالنسبة إلنا بالمؤسسة العربية لحوق الإنسان أنجزنا الكثير من التقارير من العمل الدولي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عشرين سنة أن نعمل بهذا المجال وأنجزنا الكثير ولكن أعتقد الأهم هو العمل مع الشباب هو العمل مع المجتمع لأنه أعتقد تحصين المجتمع وتجييش المجتمع بمفهوم أن يكون المجتمع واعيا بحقوقه وأيضا جاهزا للدفاع عنها لأنه هذا هو الأساس مهم جدا يعني اللي عم تحكي فيه أستاذ النصر خاصة لو سمحت فادي خاصة في ظل جهاز قضاء عنصري في ظل وزارات عنصرية في ظل ممارسات جماهرية عنصرية رأي عام عنصري إذن ماذا يمكن أن نعمل ضمن هذه الأجهزة؟ أعتقد بأن الأساس هو النضال الجماهيري وأن يكون جمهورنا وخاصة قطاع الشباب يعني الشباب هم الذين يقودون الثورات في العالم لأي مدى قابل السؤال اليوم لأي مدى قابل الشاب الفلسطيني العصري في عام 2018 لأن يتقبل هذا الفكر فادي لا بديل يعني أثبتت التجارب بأنه لا بديل عن المشاركة ومحاولة صنع التغيير لأنه أعتقد بأنه الارتكان والارتهان إلى الأدوات الأخرى على الأقل من ناحية الحقائق لم يؤدي إلى الآن إلى أي شيء ولذلك يعني لا بديل وأعتقد بأنه الخيارات واحدة إما أن نقبل الوضع الموجود بمعنى أن نقبل العنصرية أن نقبل التمييز أن نكون غرباء في أرضنا غير مرحب فينا مش بس بنا تسيرة عريض في كل في الجليل وفي الرينة وفي الناصرة وفي صفورية أو نقبل هذا الوضع وهذا أمر غير طبيعي أن نقبل الظلم وانتهاك الحق أو أن نعمل على تغيير وأن نعمل له ثمن بدون شك يعني هناك ثمن لا تجد جهوزية أعتقد جماهيرية لتحمل هذا الثمن وهذا ذنبنا كمؤسسات عمل أهلي كأحزاب كناس اللي طمحنا وعملنا من أجل إحداث هذا التغيير ولكن أعتقد هذا هو المستقبل أن يكون هناك نضال جماهيري أن يكون هناك مشاركة جماهيرية ووقفة من أجل وقف العنف بدون إهمال الأدوات الأخرى يعني لا أريد أن أقول ننسى باقي الأدوات ولكن ندمج ونوازن ما بينها يعني قضية المقاومة السلمية محمد دان يعني هو مصطلح اللي بتنا نستعمله يعني بأسنوات الأخيرة لأي مدى فعلا قضية المقاومة السلمية أو النضال السلمي هو ناجع لأي مدى هو يحرج الحكومة الإسرائيلية العنصرية اليوم ولأي مدى تأخذه بعين الاعتبار محمد؟ لأن لنأخذ أي موضوع نضالي يعني موضوع الكدس موضوع الأراضي موضوع العودة هذه عنوين يعني فشلت المؤسسات الدولية وفشلت الأحزاب بنضالها العسكري والسياسي والبرلماني والقضائي والدولي أن تحققوا ولكن أعتقد بأن العودة في النهاية ستحصل نتيجة لمثل هذه الحركات يعني هناك إحراج كبير لإسرائيل رغم ما نراه إسرائيل لا يمكن أن تتحمل عشرات ألاف أو مئات الألاف من الناس التي تسير بشكل سلمي يعني ما الذي يمنع جمهورنا الفلسطيني الآن أن يقول من منطقة رامالة مثلا نريد أو بيت لحم نريد الصلاة في الأقصى ونذهب بمئات الألاف أحوى الأقصى لأنه يمكن هذا خيالي ولكنه أبسط كثيرا من أنه نتخيل النضال العسكري أو النضال اللي هو ليس في مصرحنا ولكن حتى النضالات السلمية ومحاولة الحشودات الجماهرية السلمية إسرائيل تقمعها من خلال طبعا أيضا لديها ثمن إسرائيل لأنها تعرف أن تصاعد مثل هذا النضال السلمي الجماعي والجماهيري سيحرجها لذلك هي تحاول منذ البداية أن تقمع ولكن إسرائيل يمكنها أن تطلق النار مثلا على القادمين من غزة في مسيرات العودة في غزة ولكنها لا تستطيع أن تطلق النار على مئات الألاف وحتى إن أطلقت النار فهذا سيحدث تحرك جماهيري محلي ودولي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال أو على الأقل وضع قضية العودة أو قضية إنهاء الحصار على جدول الأعمال أعتقد بأنه إحنا في مرحلة أن هناك بلورة لفكرة النضال السلمي الجماهيري وأنا أعتقد بأن القضية ليست فقط تظاهرة ومسيرة أعتقد بأنها هي قضية تغيير بنيوي في التفكير ومحاولة إيجاد أدوات تحدي جديدة بعد أن استنفذنا كل أدوات النضال التي للأسف أوصلتنا إلى طريق مسدود أبعد ما يكون عن تحقيق أهداف هذا النضال صحيح وهيكا في المحور الأخير لابد من الحديث عن ما يعصف في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط في العالم العربي والشرق الأوسط على وجه الخصوص في الدول المجاورة للمناطق الفلسطينية ومن انتهاكات حقوقية لحقوق الإنسان وما إلى ذلك يعني في ظل هذه العاصفة أستاذ محمد لأي مدى القضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني وكل ما يعصف بالمناطق الفلسطينية وكل الممارسات العنصرية التي توجه بحق المواطن الفلسطيني لأي مدى ما زال متداول في العنوين العربية والعالمية شوف ما يحصل في العالم العربي هو مأسا بكل يعني ما بعد في السنوات السبعة الأخيرة ما بعد ما سمي الربيع العربي الذي وصل إلى خريف سيء يعني ومقيت على الشعوب العربية وأعادت كثير من الدول العربية مئات من ألاف سنين إلى الوراء بالخطاب السياسي والطائفي والتقسيمات وحتى يعني زوال دول بحالها نتيجة عوامل كثيرة ولكن أعتقد أنه رغم كل ذلك الموضوع الفلسطيني يبقى في قلب يعني إذا منتطلع على الجوهر العربي إذا منتطلع حتى على المصري حتى على الإنسان السوري الذي يعني يحارب الإرهاب بشكل يومي الهاجس الفلسطيني دائما حاضر هناك وجدان عربي أنا بحكيش عن الأنظمة ولا عن الحكومات في الإنسان العربي أنا الرأي العام العربي الرأي العام الشارع الرجل المرأة الطفل الطالب العامل الموظف كل هذه المجموعات ترى بالموضوع الفلسطيني موضوع يخصها يعني الآن هناك هم فلسطيني وهناك هم محلي أو وطني أو قومي ولكن حتى في ليبيا اللي تعاني إرهاب في كله يعني تكسم الدولة وزوال مؤسسات الدولة تكريبا الموضوع يعني يكفى أن تكون فلسطيني لتشعر بأنك في بيتك في القاهرة في المغرب في الجزائر الموضوع الفلسطيني نتيجة لعوامل كثيرة بقي هو الموضوع أو من المواضيع المركزية لدرجة لا يمكن لإنسان أن يقول أنا يساري أو تقدمي أو ثوري ليس فقط في العالم العربي بالعالم كله يعني أن تذهب الآن إلى كوبا وترى ناس يعني يعلقوا بالحطات الفلسطينية أن تذهب إلى أي دولة حتى في أمريكا نفسها أنا لتقيت مع أشخاص اللي هن يساريين وعلمانيين ومناضلين من أجل الحق والعدالة لا يمكن أن تناصر العدالة بدون أن تناصر قضية فلسطين وهذه الرسالة ليس فقط للفلسطينيين وإنما يعني العالم العربي بل للعالم كله صحيح على أمل يعني هذا الوجدان العالمي من أجل الحق وضد الظلم اللي تجسدوا قضية فلسطين منذ الثمانية وأربعين إلى الآن صحيح على أمل هي كأن يعني تتحسن الأوضاع كمان بفلسطين وكمان هذه لم تتتحسن الأوضاع ستتغير أنا عندي تفاؤل رغم كل هذا الوضع بأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح ولا يمكن تحقيق لا سلام ولا تغيير بدون عدالة والعدالة تعني حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان وكرامته بكل المستويات نعمل خيراً أستاذ محمد إدان مدير جمعية العربية لحقوق الإنسان شكراً جزيلاً لحضورك معنا اليوم تحدثنا بمجموعة من المواضيع وهيكا الرسالة والسطر الأخير على أمل كل مواطن في كل الكرة الأرضية يحصل على الحقوق ولو الأساسية التي يجب أن ينعم بها كل إنسان شكراً جزيلاً محمد شكراً أهلا بكم شكراً